السلام عليكم حنتكلم شوي عن بعض المفاهيم أو الإشاعات المفاهيم الخاطئة أو الإشاعات في موضوع الفحص المبكر وسرطان الثدي عندنا في مفهوم شائع جدا وهو أنه دكتورة إذا أنا عملت الفحص المبكر وأتعرض لأشعة المامو جرام هذه الأشعة هي اللي حتتعمل لي سرطان بعد كده فهذا المفهوم للأسف منتشر كتير ولكنه ما هو شي صحيح صراحة صحيح أشعة المامو جرام فيها يعني جزء ضئيل جدا جدا من الإشعاع ولكن هذا الإشعاع موجود في كل مكان يعني موجود في الأكل ممكن أي شيء يتعرض لأشعة الشمس موجود في إشعاع فموجود في الأكل موجود مثلا في الناس اللي ساكنين في مناطق مثلا مرتفعة مثلا الطايف وأبهى كلهم هدون الناس بيتعرضوا الإشعاع أكتر من الإشعاع اللي موجود في أشعة المامو جرام على مدى فترات طويلة يعني وممكن حتى بالنسبة للسفر يعني الناس اللي مثلا بيسافروا في جدة نيويورك مثلا 3-4 مرات كلها ما دون الناس بيتعرضوا لإشعاع شيء اسمه إشعاع كوني هو نفسه زي وزي اللي موجود في إشعاع المامو جرام بجرعات نوعة ما متفاوتة المفهوم الخاطئ الثاني هو موضوع تحليل الدم عشان نكتشف إذا عندنا السرطان للثدي أو في أي مكان تاني في الجسم أو لا طيب بالنسبة للسرطان الثاني أم لا أتكلم عنها لكن بالنسبة للسرطان الثدي التحليل الدم للأسف ما يكتشف كل أنواع سرطان الثدي لأنه ممكن يكون عندنا السرطان لكنه ما يطلع هذه المادة أو هذا البروتين اللي يعني ما يفرغوا في الدم فمعناته التحليل ممكن يقول لنا يكون التحليل سلبي لكن إحنا يعني السيدة يكون عندها وجود في سرطان الثدي فإذا هذا التحليل لغرض تسويقي بحت لكنه ما يفيدنا في الفحص المبكر أو في اكتشاف السرطان أو إننا نتطمن إنه عندنا أو ما عندنا المفهوم الخاطئ الثالث هو إنه كثير من السيدات أو البنات تفكر إذا إنه أنا ما عندي أحد في العيلة عنده سرطان الثدي فمعناته أنا ما يحتاج أعمل الفحص المبكر وهذا الكلام خاطئ لأنه بحسب الدراسات اللي تعملت برة إنه تقريبا ما حتكون نفسه النسبة اللي عندنا لكن الدراسات اللي تعملت برة خمسة في المئة فقط من سرطان الثدي يعتبر وراثي والباقيين كلهم يعني خمسة وتسعين في المئة هي سرطانات بيتجي عند الناس ما عندهم تاريخ عائلي في مفهوم خاطئ وهو إنه إذا الكتلة اللي في الثدي مؤلمة معناتها غير يعني إنها حميدة وإذا إنها غير مؤلمة فمعناتها خبيثة هذا المفهوم خاطئ لأنه يعني ما هو دائما صحيح صح إنه أغلب حالات الأورام الغير حميدة بتكون غير مؤلمة لكن في بعض الأنواع بيجي معها ألم بذات إذا كانت من الأنواع اللي مثلا يعني إذا كان مثلا بيكبر بسرعة أو كان قريب على على الجلد يعني سطحي نوعا ما يعتبر فوعدة أنواع تاني ذكرنا النوع الالتهابي وكده فممكن تكون بألم طيب المفهوم مفهوم خاطئ كمان وهو إنه السيدات فقط اللي أكبر من الخمسين هم المعرضات لإصابة بسرطان الثدي وهذا برضو مفهوم خاطئ صحيح إنه أغلب يعني كل ما زاد العمر كل ما زاد خطر الإصابة بسرطان الثدي الدراسات تقول مثلا في بلاد المتحدة الأمريكية ستة في المية فقط من السيدات اللي عندهم سرطان الثدي بيكونوا أصغر من أربعين أعمارهم عندنا في السعودية للأسف النسبة مرتفعة جدا عن كده يعني عندنا من ستة وعشرين إلى ثمانية وعشرين في المية من الحالات المصابة بسرطان الثدي أعمارهم أقل من الأربعين ف يعني الشيء اللي نحب لنبه عليه دائما إنه السيدات في أواخر العشرينات بداية التلاتينات إذا حست يعني تعمل الفحصة الذاتي إذا حست بكتلة بالذات مثلا في وقت الحمل أو بعد الولادة أو في الرضاعة تحس بكتلة في صدرها تروح تستشير طبيب صح في البداية يعني احتمال كبير جدا إنها تكون يعني زي ما بنسمع أو بنشوف إنها مثلا ممكن تكون غودة حليب أو كتل ليفية أو يعني أشياء تانية حميدة الحمد لله وممكن تروح أو يعني تروح من نفسها أو تعملها عالية وتنشال بعد إذا تطولت معانا لكن في احتمال برضو إنها ما تكون شيء كويس فمو معناته إن الواحدة أصغر من الأربعين أو أصغر من الخمسين معناته ما يجيها سرطان الثدي فيفضل أي سيدة تلاقي إنه عندها كتلة في صدرها إنها تروح تفحص في فكرة دائما بتجيني في العيادة وهي إنه لما نلاقي كتلة ومحنا متأكدين إيش هي بالضبط عن بعض السيدات ونقولها لازم نعمل خزعة أو ناخد منها عينة على طول بتقول لي لا دكتورة إذا أخذنا منها عينة حتنتشر ففكرة إنه إذا أخذنا خزعة أو عينة من الورم حينتشر في الجسم كله هذي فكرة خاطئة العينة ما لها أي علاقة بالانتشار ما حتنشر ما حتزيد شراسة ما حتسوي فيه أي حاجة تانية يعني إذا كان منتشر فهو منتشر من قبل ما ناخد الخزعة وإذا ما كان وإذا ما كان منتشر من قبل ما ناخد الخزعة فالخزعة ما حتنشره ولا حتسوي فيه يعني تغير منه هو نفسه الخزعة مهمة جدا 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 في التشخيص لأنه سلطان الثدي ما يعتبر نوع واحد عندنا عدة أنواع كل واحد له يعني بروفايل أو له صورة أو خصائص مختلفة عن التانين فنحتاج الخزعة عشان نحدد إيش نوع عشان نعطي العلاج المناسب له دايما أقول للمريضات إنه إحنا بنسوي بنفصل العلاج زي ما يعني على حسب المريضة زي ما بنفصل فستان بكل واحدة يعني لها تفصيل مختلف على حسب نوع الورم اللي عندها على حسب صحتها على حسب جسمها على حسب حجم الثدي يعني في عندنا عدة عوامل مختلفة عشان نقدر نطلع بيها بالعلاج المناسب كل نوع سرطان أو كتلة أو ورم لها علاج مختلف مو شرط إنه إذا جاء لسيدة وجاء الوحدة تعرفها أو تقرب لها أو جارتها إنها حتيمشي على نفس العلاج أو حتي يعني حتيستخدم معها نفس العلاج أو هذه السيدة جاءها مثلا وكان منتشر أو كان شرس فإنه هذه السيدة التانية لازم يكون عندها نفس الشيء وهذا الشيء حيوصلنا للنقطة اللي بعد كده وهي إنه إذا السيدة يعني السيدات تفكر إذا عندي ورم في الثدي معناته لازم أعمل استئصال للثدي ولازم أخذ علاج كيماوي وشعري حيطيح وكلام هذا كله وهذه أيضا فكرة خاطئة زي ما كنت بقول قبل شوية إنه كل نوع دوع علاج مختلف في بعض الأنواع تكون يكون الورم للساعة أو في البداية أو نوع الخلايا مثلا ما يحتاج إننا نعطيها علاج كيماوي وما يحتاج استئصال يعني ممكن نعمل استئصال جزئي بس للورم باقي الثدي يفضل زي ما هو وبعدين يرجع شكل الطبيعي إن شاء الله وما في منه أي مشاكل وتحتاج بعدها مثلا علاج إشعاعي لكن ما تحتاج كيماوي في بعض السيدات لا يحتاجوا العلاج الكيماوي أو مثلا والعلاج الإشعاعي حتى مع استئصال الثدي فعلى حسب نوع الورم على حسب درجته والمرحل اللي جاء فيها نحتاج نعمل العلاج الفكرة يعني المهمة جدا جدا هي إنه إحنا لما بنعطي علاج أو بنقصف علاج فهو لأننا يعني بنحاول قدر الإمكان إنه يعني نخفف من احتمال إنه هذا المرض يرجع أو شي نعالج المرض الموجود وإنه نخفف من احتمال إنه المرض يرجع يعني في سيدات تزعل مثلا إنه عطيناها علاج كيماوي ليش الدكتور كتب لعلاج كيماوي معناته الورم شرس معناته الورم خطير معناته كده وإنه منتشر يعني لأ هذه الفكرة ما هي صحيحة مو معناته الورم منتشر إذا لازم نعطي الكيماوي بالعكس كلما الوحدة يعني توقعنا إنه إن شاء الله أمورها هتمشي أحسن كلما حاولنا نكون شوية شديدين معها في العلاج ونعطيها كل الفرص الممكنة إنه إن شاء الله أمورها تتحسن وإنه إن شاء الله ما عاد يرشعلها المرض مرة تانية بعد كده وإنه يكون يعني تخلص الشفاء كامل بإذن الله آخر فكرة ردي أتكلم عنها هي موضوع إنه إذا جاني السرطان فما هذا حكم بالإعدام وهذا فكرة خاطئة تماما مو معناته إنه جاني ورم معناها إنه أنا خلاص يعني حياتي انتهت وما عاد عندي أي شيء أسوي في حياتي غير إني يعني خلاص أستنى الموت طبيعي إنه أي واحدة يعني أي شخص بيمرض سواء من السرطان أو بغيره حيمر بفترة صعبة فهذا الشيء كمان يعني صحيح بالنسبة لمرضى السرطان يعني الفترة اللي حياخدوها عشان مثلا يعملوا العملية ياخدوا علاج إشعاعي وإذا يحتاج علاج كيماوي وكده هتكون يعني فترة صراحة صعبة يعني جدل عليهم وعلى أهلهم وصعبة عليهم باحتضر كل يوم لكن الحمد لله الحمد لله من فضل الله بعد ما تنتهي هذه الفترة خلاص يعني هي فترة وحتعدي وإن شاء الله بعد ما تنتهي الواحدة ممكن ترجع لحياتها الطبيعية بعد كده تنسى أو تتناسى الموضوع قدر الإمكان وخلاص وتعيش وتكمل يعني إن شاء الله اللي ربي كاتب لها باقي من أمرها ففي نعرف ناس كتير ما شاء الله تبارك الله تعالجوا وعاشوا بعد المرض سنوات يعني في ناس عشرين سنة وخمسة عشرين سنة ما شاء الله تبارك الله عليهم والحمد لله أمرهم ماشا تمام فمو معناته إنه جاني سلطان معناته خلاص أنا أنسى كل شيء في العالم وأفكر غير إني حأموت وإنه خلاص حياة انتهت شكرا والله يتكون العافية ويكتب لنا ويكتب لكم الصحة والسلامة يا رب تبارك الله تبارك الله تبارك الله